وعادلات في العراق تغيرت على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي التشرينين كانوا يراهنون على النفوذ الأمريكي والسفارة الأمريكية وسفارات الدول والسفارات ودول الجوار دعم الإمارات والسعودية خلنا خدمك خلينا نكمل لك الفكرة في تغيير شكل النظام السياسي بالعراق فشلوا لذلك اليوم شكل المنطقة الوضع الداخلي العراقي والإقليمي والدولي وانحسار النفوذ الأمريكي حتى الآن تحول الدور الفرنسي بديلا للدور الأمريكي دليل على أن هناك متغيرات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي والداخلي اليوم محور المقاومة هو اللاعب الأساسي في المنطقة وفي أغلب لا 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 السيد الصدر هو اللاعب الأساسي فبالتالي سيد العزيز سيد العزيز أرجع لك أرجع لك أرجع لك أرجع لك سيد العزيز حامد أنت أخرت على ست شروع أخذ لك الفكرة أستاذ عدنا تزعل علينا أنت ما تخليني أكمل الفكرة أستاذ بداية البرنامج لحد الآن تقاطعني أقول بأن رئاسة الوزراء القادمة إذا ما كان هناك اتفاقا مع رئيس محور المقاومة اللي هو الفتح لن يكون هناك رئيس وزراء من أي كتلة سياسية الفتح هو ليس طامح برئاسة الوزراء يحمى مصطحة العراق ولكن أقول بأن نتائج الانتخابات القادمة ومقبولية الفتح لدى كل القوى السياسية بما فيهم الأخوة في التيار الصدري وشركانا من السنة والأكراد والأقليات ونحن في الفتح طيب أنا أرجع لك سيد حامد يعني هذا الكلام الذي ذكرته كل شيء مهم بالنسبة لي لأنتم الآن أقريت أنه أنتم الفتح فأحنا في الفتح أنتم فتح تيار المقاومة هذا شيء جدا مهم بالنسبة لي هذا احتراج جميل من عندك أنه الفتح